السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ مني هنعمل النهاردة بديل رائع وصحي للخبز مغبوزات او معجنات صحية فري جلوتين طعمها جميل جدا وكمان بتساعد على الشبع لفترة طويلة اوي لان هي غنية بالالياف وكمان بتساعدنا على سد الشهية مناسبة للضايت العادي وللكيتو دايت وكمان لمرضة السكري صحية وطعمها جميل جدا بقى للمكونات هنعمل الجمال ده بديل رائع وصحي ومشبع جدا للخبز شايفين الجمال ده يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا بسيطة والطريقة سهلة خالص هنحتاج في الوصفة كوب عياري من الترمس دا ترمس حلو مسلوق بالمية بس ما تستعملوش الترمس المر ترمس حلو بننقع المدة ليلة وبعد كده بنسلوق بالمية بس وكمان هنحتاج اتنين بيضة حجمها كبير هنبدأ بعد الوقتي في الوصفة هنجيب بعد الوقتي طبق وهنحط فيه الاول كده الترمس ومش شرط ابدا ان احنا نقشر الترمس وهنجيب كمان البيض كده وهنحطه بقى دلوقتي على الترمس وبالهند بلندر بقى هنفرومه ناعم اوي لو ما فيش هند بلندر ممكن ان احنا نحط البيض والترمس كده في الكبه بس اهم حاجة ان هو يتفرم معانا ناعم اه دلوقتي بعد ما فرمت البيض والترمس بالشكل ده وبقرر يا جماعة مش لازم ابدا نقشر الترمس لو عايزين تقشروه حطه برضو نفس الكمية كوب عياري من الترمس بعد التقشر بس هو عادي ما فيش اي مشكلة نستعمل الترمس بالقشر بتاعه دلوقتي بعد ما فرمت الترمس ناعم كويس بالشكل ده يلا بينا بقى نحط باقي المكونات التانية طبعا القوام معانا تقيل اوي فهنضيف بقى دلوقتي نصف كوب عياري من المياه مياه عادية بما يعادل 125 ملي من المياه او نصف كوب وهرجع تاني اشغل الهند بلندر كده لغاية لما القوام يخف معايا شوي خلاص بيكون جاهز معانا بالشكل ده هنضيف عليهم بقى دلوقتي المكون اللي هيمسك لنا القوام مع البيض وهو الطحينة هنحط بقى دلوقتي بمعيار المعلقة الكبيرة اللي هي المعلقة القياسية ثلاث معالق كبار من الطحينة وهنا الطحينة البديل بتاحها بالنسبة للضايت العادي ممكن نحط ثلاث معالق كبار من الشوفان وبالنسبة للكيتو دايت ممكن ان احنا نحط تقريبا نصف كوباية من السمسم بعد ما نضحنها يعني عندكم بدائل ممكن ان انتم تستعملوها بس الافضل ان احنا نمشي على الوصفة علشان تطلع معانا النتيجة زي الفيديو بالضبط دلوقتي خلاص بعد ما حطيت ثلاث معالق كبار او ثلاث معالق كبار او ثلاث معالق كياسية من الطحينة الخام هنحط كمان بقى دلوقتي البهارات انا حطيت دلوقتي تقريبا نصف معالقة صغيرة من الكزبارة النشفة وهنحط برضو حوالي نصف معالقة صغيرة من البابريكا وطبعا اساسي مع الترمس ان احنا نحط كمون فحط برضو حوالي نصف معالقة صغيرة من الكمون وهنضيف كمان دلوقتي البابريكينج بودر هنحط بمعيار المعلقة الصغيرة معلقة صغيرة مليانة من البابريكينج بودر وعلشان بقى ما نحسش ابدا بزفارة البيض هنضيف دلوقتي معلقتين صغيرين من خلي التفاح ده خلي التفاح وضوي ممكن تحطه معلقتين صغيرين او تحطوا معلقة كبيرة طبعا التفاعل اللي احنا شفنا ده ده بسبب ان احنا حطينا الخل فوق البيكينج بودر وهنضيف كمان دلوقتي الملح وطبعا الملح بيكون حسب التزوق انا حطيت نص معلقة صغيرة وهنجيب بقى دلوقتي المضرب اليدوي ويقلب قلب قلب بقى لغاية لما ايه المقونات كلها تختلط مع بعض كويس ويكون معانا القوام زي ما هنشوفه دلوقتي احنا كده خلاص حطينا المقونات كلها وخلاص كده الخليط بتاع الخبز جاهز معانا بيكون معانا القوام بالشكل ده بيكون سائل لكن تقيل شوية بيكون معانا كده يلا بينا بقى هنخبزه هنجيب بقى دلوقتي صنية دي صنية اللي طول بتاحها 32 والعرض بتاحها 22 او اي صنية متاحة عندكم على حسب ما انتوا عايزين الحجم بتاع الخبز ونحط عليها ورقة زبدة تكون نوع كويس قوي وهنحط بقى دلوقتي الخليط بتاع العجينة بتكون معانا بالشكل ده وبعد ما حطيت الخليط بتاع العجينة هنبدأ بعد دلوقتي نوزعه في الصنية كده نحاول نملة بصنية كلها الحجم بتاع الخبز ده بيرجع بقى على حسب ما انتوا عايزين السمك بتاعه انا عايزة السمك بتاع الخبز يكون مهواز سميك يعني يكون رفاية لو عايزينه هو يكون سميك حطوه في صنية اصغر شوية او حتى ممكن ان انتوا تعملوه في قلب التوست مفيش اي مشكلة دلوقتي انا وزعت كده الخليط كويس يلا بينا بقى نزينوه طبعا ممكن تاخدوه دلوقتي الصنية ودخلوها الفرن هو كده حلو قوي او تزينوه بقى بشوية اي حاجة عندكو انا حطيت على الوش كده شوية من بزور الكتان واحط برضو شوية من السمسم وكمان شوية من حبة البرقة المتاح عندكو حطوه التزين هنا بقى على حسب الرغبة او ممكن تخلوه سادة زي ما انتوا عايزين دلوقتي انا حطيت بزور الكتان شوية كده وبحط بقى دلوقتي حبة كده من السمسم بس تعمل سمسم غير متحمص على الوش لان طبعا اشغل الشوية فهيتحمص واحط كمان دلوقتي شوية بسيط كده من حبة البرقة وجاه في دماغي كمان كده ان انا احط شوية من الزعتر بصراحة كان اختيار موافق الزعتر طعمه كان لذيذ جدا حطيت شوية كده من الزعتر واخر حاجة بقى كانت حبة البرقة وبيكون جاهز معانا بقى دلوقتي ان هو يدخل الفرن بيدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 وده شكله معانا في الفرن انا يا جماعة بستعمل فرن غاز مش بستعمل فرن قهرباء علشان الناس كتير بتسأني السؤال ده انا بستعمل فرن غاز وبحط حطيت الصينية دي في الرف الاوسط من الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة بالزبط او لغاية لما يسيب معانا الاطراف كده يبقى هو كده خلاص استوي يعني الاطراف بتاعت الخبز تسيب كده ورقة الزبنة هو كده خلاص استوي بنشغل بعد كده الشوية علشان نحمر الوش بتاعه وبعد كده بنطلعه من الفرن ونسيبه لغاية لما يبرد خالص 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 وبعد كده بنبدأ ان احنا نقطعه ما تقطعهوش وهو لسه سخن عشان ما يتكسرش منكم ودلوقتي بقى بعد ما سبت الخبز برت خالص خالص هنبدأ بعد دلوقتي نقطعه طبعا نقطعه بالحجم اللي انتو عايزينه اهم حاجة تسيبوه لغاية لما يبرد خالص بنجيب بقى دلوقتي سكينه وهنبدأ ان احنا نقطعه على شكل مربعات كده او على اي حجم انتو عايزينه وبعد كده هنبدأ كده نبعد الاجزاء كده عشان نقدمه بطريقة حلوة على فكرة جماع الخبز ده طعمه لذيذ اوي جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكو جدا هنبدأ بعد دلوقتي نشيل كده الاجزاء بتاعت الخبز بتكون معانا جميلة جدا ومستوية وطعمها ان شاء الله هيعجبكو بيكون معانا بالشكل ده شايفين شكله جميل جدا وشاهي وان شاء الله هيعجبكو اوي انا جربته بصراحة كده اكلته مع لبنة كان لذيذ اوي وكمان اكلته مع عبتين جان مقلي كان تحفة جربوا كده مع عبتين جان او لبنة وان شاء الله هيعجبكو جدا خلينا بقى نشوف قطعة كده من الخبز شايفين ماشاء الله جميلة جدا ومستوية وهردت بقى على السؤال اللي دايما بيجيلي كتير اوي ايه هو السؤال ينفع ان انا عمل منه كمية وحطها في الفريزر ايوة طبعا ينفع ممكن تعمله ده في الكمية دي وتسووها وتقطعوها بالشكل ده وتحطوها كده فعل بالتلاجة وتدخلوها الفريزر بس تحطوه ما بين كل طبقة ورقة زبدة او تحطو اكياس بحيث ان احنا نفصل الطبقات عن بعض وبتقعد في الفريزر اكتر من شهر وبتكون حلوة قوي وكده قدمت ليكو احلى واجمل بديل صحي للخبز خالي من الجلوتين من غير منتجات البان مناسب للضايت العادي وللكيتو دايت وكمان مناسب لمرض حساسية الجلوتين وحساسية الالبان ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو